السلام عليكم بخير معكم أخوكم كمال دائما من قناة بلون دي زاد الفيديو تلك اليوم سنتحدث عن اخر اخبار السكن الاجتماعي والخبار هذا خوتي يجب لها من اذاعة باتنا الجهوية يعني الصفحة الرسمية تا اذاعة باتنا الجهوية فلهذا خوتي قبل ما نبدأ في الفيديو هذا ما تنسوش بارك تشتركوا في القناة ان الناس اللي مش يمشتركوا وكذلك تدعمونا باللايك خوتي الدعم نتاعكم اهمنا بثاف بلما نطول عليكم الفيديو خوتي ونروحوا نشوفوا واش را يقول ما قال هذا كما راكم تشوفوا خوتي اذا عدبتنا الجهوية الصفحة الرسمية الرابط التاح خوتي راح تلقوه في صندوق الوصفة يقول الخبر هذا خوتي برمجة السلطات المحلية خلال ذكرت الفاتح من نوفمبر القادم توزيع ازياد من 2600 وحدة سكنية من مختلف السيخ يعني راح يكون في توزيع من الفاتح نوفمبر وروح 2600 وحدة سكنية من مختلف السيخ تقول خوتي من مختلف السيخ قال لك في انتظار توزيع 1900 وحدة سكنية اخرى قبل نهاية السنة الجارية يعني بالمفهوم كما تعلمت على اخبار هادو خوتي هادو اخبار صغيرة هادو يعني اكثريتهم يقولوا باللي توزيع السكنات في المناطق المعنية بش يكونوا متفاهمين في المناطق المعنية يعني بصفة خاصة للمناطق المعنية لمعنية بالسكن داكو لمعنية بتوزيعات على السكن باش نكونوا متفاهمين وهذا الخبار من اذا عدباتنا هذا من اذا عدباتنا وكذلك كان لحدنا اخبار من قبل في عدنا في وهرم داكور يقول لكم من نوفمبر حتى نهاية حتى نهاية السنة الجارية داكور باش نكونوا متفاهمين فلهذا اكترية على الاخبار هادو يتكلموا بلي راح يكون توزيعات بإذن الله على بيراننا نجيبوكم نهضروكم هكذا ونجيبوكم في الاخبار بلي فيها توزيعات من الفاتح نوفمبر حتى حتى نهاية السنة او قبل نهاية السنة الجارية يعني من نوفم حتى لافان داني حتى لافان تعالي العام راح يكون فيها توزيعات ان شاء الله من مختلف السياغ ان شاء الله يا ربي برك كما يقول لك يفرحونا باغين غير تفرحونا برك وتفرحو الناس المغبونين وما قالي يا خوتي نقول لكم هنا يا غير ما تنسيوش برك تدعمونا باللايك وربي يحفظكم ان شاء الله وربي يفرحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر